لم يعد إدخال المخدرات إلى العراق يقتصر على المهربين والتجار حيث دخلت على خط الترويج للمخدرات وبيعها فئة جديدة من التجار يلبسون ثوب التدين ويتخذون من أداء الزيارات الدينية في كربلا وسيلة لبيع المخدرات إذ يستغل هؤلاء التجار القادمين من إيران على وجه الخصوص مواسم المناسبات الدينية لبيع هذه المواد المدمرة للشباب العراقي دعوة لجهات الأمنية في محافظة كربلا ونحن مقبلين على زيارة مليونية بين كثف الجهد الأمني وخصوصا أن يكون تنسيق مع القوة الأمنية على المنافذ الحدودية لمنع الوافدين إلى محافظة كربلا من خلال هذه المنافذ من دخول المخدرات ولم يكتفي هؤلاء التجار ببيع المخدرات بل وصل بهم الأمر إلى حد تهديد أصحاب المحال التجارية من أجل الشراء منهم عنوة مجموعة الشباب إيرانيين دخلوا بصفتهم زارين إلى كربلا يحملون الترياك يعني يجي لأبو المحلي يقول له يا أبا تشتري ترياك أبو المحلي يبلغ عليهم أن أبو المحلي وقع بيها هايوان صاهرة انتشار هذه الظاهرة المدمرة صار يصرح به حتى في أجهزة الشرطة التي تقول إنها تحاول جاهدة محاربة هذه الظاهرة عادة في الزيارات المليونية نلاحظ أن بعض الأجانب الذين يأتون إلى المحافظة يتم ضبط بحوزيتهم مواد مخدرة إلا أن سكان كربلا وبقية المحافظات التي تنتشر فيها هذه الظاهرة يرون أنه لا فائدة من الحلول الترقيعية التي تقتصر على القبض على بعض المتعاطين والمروجين ما دامت المنافذ الحدودية مستباحة من قبل عصابات المخدرات